أقيم بمخيم أشتي في العراق فعاليات ترفيهية لرسم الفرحة على وجوه الأطفال النازحين والمحرومين منذ أعوام من جميع حقوقهم في ظل الظروف الرهنة والتي يمر بها العراق المزيد في سياق التقرير التالي فنتابع واحد من أقدم الأسواق هنا في بغداد سوق الصراجين أو سوق جديد حسن باشا سوق يعود تاريخه إلى العصر العباسي أصبح شاهدا على ظروف قاسية تشهدها العاصمة العراقية بغداد سوق كلش قديم يعني وأكثر المحلات هذين يجهزون كانوا معامل لصناعة الأحذية والصراجة والجناط هذا الخاص هو هذا إن شاء الله وبيع كله بيع أكثر جملة ويجهز جميع العراق من شمال العراق إلى جنوبه الوحيد لهذا السوق جهز المواد الحرفيون في هذا السوق اضطروا إلى غلق محالهم وبيع أدواتهم بسبب اعتماد التجار على السلع المستوردة بدلا من المنتجات المحلية المصنعة يدويا فضلا عن سوء الخدمات المقدمة واقع يرى التجار أنه سيتسبب في فقدان الصناعة لتراثهم وثقافتهم المحلية المواد الأولية ما كهو بصراحة كلها مستورة صار والاستيراد أثر يعني الاستيراد أثر على السوق الصيني والشوري والمواد الأولية ما كهو ثانيا انقطاع الكهرباء يعني هم أثر السوق الذي كان يضم سابقاً عدداً من أصحاب الحرف اليدوية وخاصة الصناعات الجلدية وفر لمئات السنين أفخر الملابس المصنوعة من الجلد ليس لبغداد فقط وإنما للعراق أجمع بيع الصناعيين تركوا عملهم مكانين بوعوا حتى يعيشون حرفيجين بصورة عامة انفقدوا بالسوق وإحنا ألمنا ألمنا هو الفلكلوري العراق الصناعة المحلية الوطنية انفقدت العراق وما يمر به من محن خلال السنوات الأخيرة جعلت السوق ينضم إلى لائحة طويلة من الأسواق الشعبية والمناطق الأثرية التي سقطت وما زالت تسقط من العراق محمد خالد النهار اليوم